أكد المنصق العام للحوار الوطني ضيار أشوان أن هناك توجهات رئاسية بتسليم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب للحوار الوطني لبنقشته في جلسات الحوار قبل إرساله لمجلس النواب جاء ذلك في كلمة عن المنصق العام خلال الجلسة الأولى للجنة التعليم بالمحور المجتمعي للحوار الوطني التي عقدت تحت عنوان التعليم قبل الجامعية حيث أوضح أن المشروع يتضمن كل أشكال ومراحل التعليم قبل الجامعي والفني والجامعية لافتا إلى أن الحوار ليس مؤسسة تشريعا ولكنه سيتم مناقشته لإبداء الرأي والملاحظات